السلام عليكم ورحمة الله استعد المخرج سامح عبد العزيز لتقديم جزء تاني من مسلسل رمضان كريم الذي عرض في رمضان 2017 وحقق نجاحا كبيرا بعد عرضه ومن المقرر عرض العمل في موسم رمضان 2020 يلقي المسلسل الضوء على كثير من المشاكل الاجتماعية التي تواجهت طبق العظمى من الشعب وخصوصا ارتفاع الأسعار بشكل جنوني المسلسل بطولة سيد رجب والفنانة رهام عبد الغفور وسلوى عثمان يرصد المسلسل روحانيات شهر رمضان المعظم ويحكي عن الصائمين والمفطرين في سياق درامي اجتماعي ويشارك في البطولة روبي وشريف سلامة صبري فواز وشريف الطحان وسلوى عثمان وبن اخراج سامح عبد العزيز تأليف احمد عبد الله هذا ما تم تداوله عبر المواقع الاخبارية من قبل واما ما نشر مجددا الى الان تأكيد المخرج سامح عبد العزيز ان الخبر غير صحيح نافيا وجود جزء ثاني من الاساس لمسلسل رمضان كريم حتى تكون تحضيرات لتصويره هذا عندما سؤل عن استبعاد طليقته الفنانة روبي عن الجزء الثاني للعمل وان هناك حالات وفاة لبعض نجوم الجزء الاول ابرزهم محمود الجندي وهل هذه الشخصيات ستختفي في احداث الجزء الثاني فجاء رده هكذا بالنفي وجود جزء ثاني حتى الان وبكده يكون انتهى الفيديو بتاعنا لا تنسوش اللايك والاشتراك علشان يوصلكوا اي جديد عن احداث الجزء الثاني من مسلسل رمضان كريم